حينما تتسع جغرافيا الحرب وتضعف الانتهاكات ويسقط الأبرياء يصبح السلام حلماً بعيد المنال هكذا هي حرب اليمن وهكذا هي الحالة الإنسانية فيها عشرات الأبرياء يسقطون بشكل يومي بين قصف الحوثيين وغارات التحالف أو نتيجة الاشتباكات بين الفصائل المسلحة الأخرى ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تصادر الحريات وتمتلئ السجون بالأبرياء وسجناء الرأي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفي تقريرها السادس الذي يغطي أعمال الرصد والتحقيق منذ نهاية العام السابق وحتى بداية العام الحالي رصدت ما يزيد على ثلاثة آلاف حالة ادعاء بالانتهاكات في مختلف محافظات الجمهورية الحالات التي شملها التقرير توزعت بين قتل المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام والاعتداء على الشخصيات الثقافية بالإضافة إلى استهداف المنشآت والطواقم الصحية والتهجير القصري وحصار المدنيين وكذلك منع وصول المساعدات إليهم التقرير لم يرصد فقط الانتهاكات نتيجة المواجهات في مناطق القتال الممتدة بل وأيضا المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمتمثلة بالقتل خارج إطار الدولة والاعتقال التعسفي بالإضافة إلى الإخفاء القسري والتعذيب وكذلك الانتهاكات المتعلقة بقصف طائرات التحالف والطائرات الأمريكية من دون طيار ولأول مرة يشير التقرير بوضوح إلى أن تعدد الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدم خضوعها لقيادات محادة مثل سببا رئيسا في حدوث الكثير من الاختلالات الأمنية والمواجهات المسلحة في المناطق المحررة التوصيات التي خرج بها التقرير ركز على ضرورة إيقاف عمليات الاعتقال غير القانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في كافة المعتقلات والسجون التابعة للجهات المحسوبة عليها وإخلاق جميع مراكز الاعتقال غير الرسمية تتصاعد العمليات القتالية إذن عاما بعد آخر بعد أن تحولت معظم المناطق اليمنية إلى أرض غير صالحة للحياة نتيجة استهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية وهي جرائم حرب تعدد مرتكبوها ولم تتوقف منذ ما يزيد عن أربع سنوات